هقول لكم كم سؤال يفرقوا معنا في التفكير في هذا الأمر هل تفتكروا ربنا يسوع المسيح ما كانش عنده حلول يعملها يتفادى بها الصليب طبعا كان عنده طبعا كان عنده عشان كده المسيح كان ساكت لغاية لما قاله ألا تعلم أن ليه سلطان بيلاتوس أو يرودوس حد منهم يعني قاله كده ألا تعلم أن ليه سلطان أن أطلقك ساعتها المسيح تكلم قاله لا استنى لا ما ليكش سلطان علي أنا واقف هنا بإراتي ليس سلطان إلا ما أعطيته إيه من فوق لا يا حبيبي ساعتها المسيح تكلم عشان ما يبنش أو الناس تفهم أن أنا واقف هنا مضطر لا أنا واقف هنا إيه بكامل إراتي زي ما بنقول يسوع المسيح إلهنا الذي قبل الألام بإرادته وحده عنا كلنا فالمسيح كان عنده حلول أنه يخرج من الصليب كان عنده حلول أنه يهرب كان عنده حلول أنه تجيب ملايكة تيجي تضيحهم كلهم لكن هو أطاع حتى الموت موت الصليب وبالتالي أنا وحضراتكم محتاجين نحط ده في منهج حبنا للمسيح لو أنا بحب المسيح بحب ربنا وماشي في حياتي لازم أنا أكون بمارس الطاعة اللي هي النهاردة في عرفنا أحيان كتير الطاعة تبقى ضعف طبعا أنا هنا مش بتكلم على طاعة تبقى مديرك يقولك اعمل كذا وهي حاجة غلط وتعملها لأنه ينبغى أن يطاع الله أكثر من جميع الناس أنا هنا بتكلم على إنسان حكيم عنده روح القدس يميز صح من الغلط لكن أنا هنا بتكلم بالأكثر على طاعة الإنجيل طاعة ربنا طاعة الوصي